السلام عليكم نحب أمي ونحب أبي ووو ونحبكم يا أبغا وأنا نحن نحب الجميع اه اه او او مروهنا يلعبوا معنا وحلوا معنا ووو متهش الحمد لله سوف نمرح معا اه او او مروهنا القسطنطينية ها القسطنطين رور رور تيريكس قوي كل حيوانات الأدغال تخاف منه رور رور روبيل عجيبة لديها أشعة ليزر أما تيريكس فلا رور يبدو هذا ممتعا لدي قصة رائعة أتريداني سماعها؟ قصة؟ بالطبع أبي بسم الله كان يا مكان هناك رجل معروف في كل مكان يصلي دوما واسمه السلطان الفاتح واو السلطان الفاتح؟ صحيح ظل السلطان الفاتح يحلم بفتح مدينة القسطنطينية القسطنطين القسطنطينية وهي تدعى الآن إسطنبول أوه إسطنبول لأكثر من ثمانمائة عام حاولت جيوش كثيرة احتلال مدينة القسطنطينية لكنها فشلت كيف نجح السلطان إذن؟ سأخبرك جيش السلطان الفاتح كان ذكيا بنى الجنود كثيرا من المدافع الضخمة لتحطين أسوار القسطنطينية أوه واو مدافع ضخمة مثل تيريكس؟ كانت ضخمة وتحتاج لعشرات الأشخاص لجرها لأنها ثقيلة واو أتعرفان ماذا حدث؟ تمكنوا من إحداث فجوات في جدران المدينة لكن أهل المدينة كانوا سريعين إذ أغلقوا كل الفجوات التي أحدثتها المدافع آه ثم ماذا حدث؟ هل ينتصر جيش السلطان؟ إن أردتما أن تعرفاه لنصلي أولا ها؟ إن أردتما أن تكوناك السلطان عليكما تأدية الصلاة في وقتها هيا هيا وزأر النمر هكذا أبي أبي اقرأ لنا قصة القسطنطي 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 القسطنطينية أوه نعم آه ها حاول جيش المسلمين تحطيم البوابة الرئيسية الضخمة للمدينة لكنه لم ينجح وأصيب الكثير من الجنود ها؟ ها؟ أشعر بالحزن عليهم أتعلمان؟ الله سبحانه وتعالى يساعد عباده دائما خاصة من يؤدون الصلاة في وقتها مثل السلطان الفاتح؟ لكن ليس هو فقط كل أفراد جيشه أدوا الصلاة في وقتها بمساعدة من الله خطرت للسلطان الفاتح فكرة رائعة وهي الهجوم على المدينة من البحر البحر؟ نعم البحر تم وضع سلاسل معدنية ضخمة في البحر لمنع سفن السلطان من التقدم وماذا فعلوا بعد ذلك؟ هل خسر جيش السلطان؟ كل الجنود اجتمعوا وبقوة رجل واحد حملوا السفن سويا وعبروا الجزيرة ليلا ووو هل كانت مثل السفنينة؟ بل أكبر بكثير أتتخيلان ذلك؟ حملوا سبعين سفينة ضخمة في يوم واحد هذا رائع ها؟ وأخيرا نجح السلطان الفاتح وجيشه الضخم بدخول مدينة القسطنطينية ثم رفع المؤذن الأذانة في المدينة واو أريد أن أصلي الصلاة في وقتها وأنا أيضا وأنا أيضا هذا جيد السلطان الفاتح رجل عظيم يصلي الصلاة في وقتها أدت الصلاة في وقتها كي تنجح في كل شيء هيا حينما قدت الصلاة هيا الحمد لله الله أكبر السلام عليكم مرحباً يا أصدقاء السلطان الفاتحة عظيم لنؤدي الصلاة في وقتها لننجح في كل شيء والله سيحبنا أيضاً الحمد لله ياي لم تعد تؤلمني فارس لا تنسى أن تنظف أسنانك حسناً اوه 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 يم 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 هم أنت لا تأكل؟ ها شكراً معيدتي لا تزال ممتلئة ها؟ أسنانك متسخة اوه اوه ها؟ ما الأمر؟ أسنانه تؤلمه ها؟ أي ألم؟ لما لا تأكل الكعكة إذا؟ نعم الكعكة لذيذ اوه هم 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 همم عليك الذهاب إلى طبيب الأسنان سأذهب لأخبر أمك ها؟ لماذا علي الذهاب الطبيب الأسنان؟ يجب أن يفحص الطبيب أسنانك ويقتلع المتسوسة منها ها؟ هذا مؤلم مؤلم؟ اه أنا خائفة ها؟ اوه لا أريد رأيات الطبيب عليك ذيارة الطبيب على السنك كي لا تؤلمك هم وصلنا مرحبا آه ها؟ لنعود إلى المنزل أنا لا أريد أنا خائفة ستعالجك بسرعة لنعود إلى المنزل هيا لنذهب أنا خائفة لا أعدك بأن ننظف أسناني دعنا نجلس ها؟ أمي لنعود إلى المنزل عليك رؤية الطبيبة وإلا فلن يزول الألم أبدا هاو واو لذيذة جداً آتم أتمنى لله لو كنتُ أنظفوا أسناني هاو فارس إنه دورك ها؟ واو مكان جميل اه كابتن اونكس السلام عليك فارس وعليكم السلام ها والدة اندرا نعم اذا أسنانك تؤلمك اوه نعم هيا سأفحص أسنانك اوه انت معجب ايضا بكابتن اونكس اوه نعم كابتن اونكس قوي وسريع ايضا حسنا لماذا لا تحمله ستكون قويا مثل كابتن اونكس ياي حسنا افتح فمك دعني القي نظرة اولا هم هناك حفرة في سنك ها حفرة هل يجب اقتلاعه لا تقلق لا داعي لاقتلاعه حقا ساو نظيف الفمك ماذا او نظيفه الان وحش السن ماذا اضع حشواتا فيه ياي لم تعد للمني واو رائع اسناني نظيفة صحيح تماما كالنبي محمد اوه حافظوا على اسنانكم نظيفها دوما كي تحموا صحتكم من الآن فصاعدا سأنظف اسناني يوميا زرني بعد ستة اشهر حسنا سافحص اسنانك ثانية اوه حسنا هذه لك واو شكرا جزيلا على الرحب والسعة فارس هل نظفت اسنانك عزيزي؟ نعم امي الحمد لله السلام عليكم يا اصدقاء هل تعلمون انه علينا تنظيف اسناننا؟ النبي محمد كان ينظف اسنانه لذا لنظف اسناننا ايضا الحمد لله واو يا لها من العاب نارية رائعة ايوان قائد عمر تم تحديد وجهتنا التالية نحن مستعدون للإقلاع رائع تشغيل الطيار الآلي نحو وجهتنا مستعدون لكن قائد عمر الى اين نحن ذاهبون؟ ان شاء الله سنذهب الليلة الى المدينة توجد ألعاب نارية رائعة ألعاب نارية؟ الألعاب نارية جميلة يطلقون أشكالا مختلفة انها ملونة وتضيع سماء الليل بأكملها واو جميل جدا مستعدون لننطلق لننطلق بسم الله الرحمن الرحيم الألعاب نارية ملونة وجميلة تضيء سماء الليل كم هي جميلة لننطلقوا أعرف طريقا مختصرة إعادة حساب المسار ان شاء الله سنصل قريبا حسنا ياي أسلك المخرج العيمن أبوكما وعدكما وقال إن شاء الله وسوف يفي بوعده لنرى ألعاب نارية إنه يبحث الآن عن طريق البديل أسلك المخرج العيمن انعطف يمينا يا إلهي هل وصلنا؟ لا ليس بعد الطريق مغلق ماذا سنفعل؟ أريد رؤية الألعاب النارية لا بأس سأجد طريقا آخر حسنا بسم الله الرحمن الرحيم إعادة حساب المسار لا يمكن تحديد الوجهة إعادة حساب المسار متى سوف نصل؟ سنصل قريبا إن شاء الله حسنا حين يكون الأمر صعبا أدعو الله ليساعدكما ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير شاعدنا يا رب وسهل الأرض واجعلنا أكثر سعادة ها من المسار اوه لا قائد عمر تحذير تحذير استعد للهبوط الاضطراري ها اه انا لله لدينا إطار مذقوب هل الجميع بخير؟ ماذا حدث؟ لماذا وقفنا يا أبي؟ اصبري يا عزيزتي لدينا إطار مثقوب علي تغييره لن أتأخر لن نصل أليس كذلك؟ أريد رؤية الألعاب النارية أنا وأبوكما نرغب في أن نريكما الألعاب النارية الجميلة لكن في الحقيقة نحن نخطط ونبذل جهدنا لكن الله هو من يقرر ما سيحدث تذكرا دائما أن قرارات الله أفضل من أمنياتنا سبحان الله ألعاب النارية رائعة نخطط كثيرا لكن الله يجعلنا أكثر سعادة يجعلنا أكثر سعادة الحمد لله أين نحن؟ مرحبا السلام عليكم هل تعلمون يا أصدقاء؟ أنه حين نخطط لفعل شيء علينا أن نبدل جهدنا ونترك الباقي لله والله سيعطينا ما هو أفضل لنا إن شاء الله ها؟ الماء مقتول؟ ها؟ 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 لن يكون لدينا ماء غدا علينا ترشيد استهلاك الماء فإن لم نفعل لن يبقى لدينا ماء تخيل ماذا سيحدث لو لم يعد لدينا ماء لا يمكننا الاستحمام ولا تنظيف أسناننا ها؟ ها؟ لا إذن عليكم ترشيد استهلاك الماء كي لا ينفذ ها؟ 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 الله يحب الشاكرين حين نرشد استهلاك الماء فإننا نعبر عن شكرنا لله على نعمه آه والآن حان وقت النوم تصبحنا على خير يا أمي عمر ها؟ قالت أمي إن علينا ترشيد استهلاك المياه آه لكن حينها لن نتمكن من اللعب هكذا ها؟ 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 انقطع الماء هنا انقطع الماء ها؟ التهراين لا يوجد ماء هنا لا يوجد ماء أمي أمي قطع الماء ماذا سنفعل؟ لم أستحم ولم أنظف أسناني لا تقلقا احتفظت ببعض الماء رشيد استهلاك الماء كي لا ينفذ أبدا استهلكوا ما تحتاجون ثم أغلقوا السنبول يهي نحن الضفاف أمي أنظوري لينا نجمع مياه الأمطار حين نجمعها في دلاء سنستخدمها ثانية هيا جميعا فشيد استهلاك الماء لنكن شاكرين ونعم الله رائعة هيا عمر أغلق السنبول أنت تشرف في الماء أوه لا بأس أمي احتفظت بالماء مؤكد لدينا كثير منه أوه صحيح عمر هنا تعالا لتأكلها نحن قادمان ما الأمر يا عمر ها لقد انقطع الماء ماذا؟ انتظري جمعنا ماء المطار صحيح أوه نعم ها أنا ماء المطار استخدمته في غسل الملابس ما الأمر؟ أمي ماذا سنفعل الآن لما ألدينا لغسل أي شيء كيف سنستحل؟ أمي ماذا سنفعل الآن لما ألدينا لغسل أي شيء سنستفق ماذا سنفعل؟ نفد ماء الصنبول والماء الذي احتفظنا به أوه لا 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 نستطيع الاستحمام أو تنظيف أسناننا ستصبح رائحة نانتنا عمر ألم تستهلك الماء بحذار؟ آسف يا أمي نسيت أغلاق الصنبول قبل النزول وأنا أيضا آسفة يبدو أنها شاحنة نقل الماء يمكننا أخذ بعض الماء من الشاحنة ياي الحمد لله تذكرا علينا ترشيد استهلاك الماء إن الله يحب الشاكرين إن شاء الله سأقتصد في استهلاك الماء وأنا أيضا هيا نرشيد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعامه الكثيرا هيا نورشيد استهلاك المائي ونعبر عن شكرنا لله على نعامه التذيرا الحمد لله السلام عليكم هل تعلمونا يا أصدقاء أنه إذا أصرفنا في الماء فإنه سوف ينفذ رد علينا ترشيد استهلاك الماء الله يحب ذلك الحمد لله سلح فارت مشكينة واو انظر يا أمي إنه يوم ممتع ما أجمل النزهة على الشاطئ لنبني بلعة رملية يوم جميل مع العائلة ها؟ واو إنها كبيرة نفاية؟ هاي هانا أين نضع النفاية؟ في سلة المهملات أحسنتي صنعا هانا هانا تعالي بسرعة ها؟ حسنا ها؟ 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 أبي 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 ما هذا؟ ما هذا؟ ها؟ نفاية؟ انظروا حولنا ها؟ 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 هيا نجمع كل النفاية ونضعها كلها في الأكياس نجمعها وننظف الشاطئ لتأتي الأزماء وتسبح هنا ها؟ الأسماك نعم فالأسماك تعيش هنا ليس الأسماك فقط بل أسود البحر وأفراس النهر وقناديل البحر والسلاحف وكائنات حية كثيرة حيوانات كثيرة لكن كيف لها أن تعيش وكل هذه القمامة تطفو حولها في البحر؟ ها؟ ها؟ آه محزنا جدا لذا عليكما ألا تترك النفاية هنا حسنا ها؟ هاي انظروا هناك ها؟ سلحفة؟ ها؟ سلحفة؟ دعنا نرى دعنا نرى ها؟ ها؟ سلحفات مسكينة ها؟ ها؟ ها يمكنك إحضار سكين؟ دقيقة سلحفات مسكينة إصبري قليلاً حسناً انتهيت، الحمد لله لا تخافي أيتها السلحفة نحاول مشاعدتك عمار، هل أحضرت لي من شفا؟ نعم، حسناً هذا مؤسب أصبري قليلاً بعد ها؟ أصبري قليلاً الحمد لله لهذا علينا أن لا نترك النفايات في المكان هم؟ وداعاً يا سلحفة، نراك ثانيةً انتبهي لنفسك لا تأكل النفاية ثانيةً لقد تضررت الأرض كثيراً وكل ذلك بسبب البشر سلحفات مسكينة يا أصدقاء، لا تترك النفاية على الشاطر وإلا سيتسخ البحر وهو موطن لحيوانات كثيرة سنساعدها إن أبقيناه نظيفاً الله يحب ذلك الحمد لله تعالوا واشتروا واو، ماذا تبعان؟ العصير اللذيذ اشتروا عصير الفاكهة واو، يبدو لذيذة أهلاً، ماذا تريد؟ أهلاً، أريد عصير البطيخ بالتأكيد، لحظة واحدة تفضل سيدي هذا ليس عصير البطيخ إنها سلسة حارة لعبة المجاري رائعة هاي، لما لا نبيع عصير الفاكهة؟ لنفعل ذلك لنفعل عصير الفاكهة عصيراً لذيذ، اشتروا من عصير الفاكهة سينتشر الخبر حسناً جميعاً انظروا إلي وقولوا عصيراً لذيذ عصيراً لذيذ هاشتاغ عصيراً لذيذ هاشتاغ عصيراً لذيذ السلام عليكم وعليكم السلام أستاذ موسى اشتري العصير اللذيذ يبدو لذيذاً، أريد كأساً بالطبيعي أستاذ نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير إنه جاهز إنه جاهز شكراً أستاذ على الرحب والساعة من عثر عليها يأخذها آه أستاذ موسى انتظر عمر، هانا، هذه ليست نقودنا علينا إعادتها علينا أن نكون أمناء حتى يبارك الله في رزقنا بسم الله سبحان الله لذيذ جداً علي نشر الخبر اشتروا عصيرنا سوف ينفذ كي لا يفوتكم استرواه الآن عصيرنا لذيذ عمر، إناء النقود مملوء أيمكنك وضعه في الكيس الأبيض؟ بالطبيعي أبي أوه لا سينفد العصير ماذا سنفعل يا عمار نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير إنه جاهز آه أعرف ماذا سأفعل نضع بعض العصير ونملأه بالثلج إنه جاهز كلما بيعنا عصيرا أكثر نبحنا مالا كثيرا ياي اشتروا العصير اللذيذ واو ما هذا الصف مرحبا عمر وهنا ماذا يجري مرحبا رافن نحن نبيع العصير إنه لذيذ جدا أتريد كأسا سأشتري كأسا بالطبع تفضل ها هل نفد إن أردت المزيد عليك شراء كأس آخر عصير فاكهة اللذيذ اشتروا العصير ها نفد لم يكن كثيرا اشتروا العصير عصير فاكهة اللذيذ ها ماذا يجري هناك مشكلة الكأس ملوء بالثلج جيدا آسفون سنستبدله بكأس آخر آسفون كأسا آخر عمر هانا ما الذي حدث؟ وضعنا عصيرا أقل ومزيدا من الثلج لنجني مالا أكثر بكثير عمر هانا كنا أمينين في التجارة وكنا صديقين ها حتى تكسبا رزقا حلالا اوه لا مشكلة في أن تربحا أكثر لكن تذكرا أن تكنا أمينين فكرا نفك فيما ستشعران إن كان العصير قليلا ها أو طعمه سيء سيء فكرا سنفك في العصير اللذي العصير اللذي الذي سنبيعه إن كان لذيذا سيشتريه الجميع هم فهمت سأكون أمينا منذ الآن وأنا أيضا كي يبارك الله في رزقنا ماذا؟ أين إناء النقود؟ ضاعة النقود لكنه كان هنا هاي هذا ليس عمر هنا ها سأعيد لكما كيسكما أعذراني أخذت كيسكما بطريق الخطأ شكراً جزيلاً رابن كم أنت أمين يا رابن نعتذر يا رابن لم نكن أمينين قدمنا لك القليل من العصير لا بأس لا عليكما تفضل عصير على حسابنا واو شكراً لكما حين نكون أمناء يبارك الله في حياتنا ورزقنا الحمد لله السلام عليكم هل تعلمون أنه علينا أن نكون أمناء في التجارة؟ الله يعلم الغيب ويرى كل شيء إن كنا أمناء سيبارك الله حياتنا الحمد لله ماذا يوجد في الصندوق؟ ماذا يوجد فيه؟ في الصندوق؟ أريد أن أعرف أيضاً ليس فيه شيء لا ترقدي لا شيء في الصندوق كفان ملاحقتي أرينا يا ليزا؟ لا لن أفعل آيه آه 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 ماذا حدث للكتب؟ آه 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 آسفة أنسة ليلى أوقات الكتب وكانا يلتقطانها آه أوه احذري في المرة القادمة من اللطف أنك قلت الصدق شكراً أنسة ليلى الله يحب أن نكون صادقين هل لا ساعدتني في حمل الطعام يا ليزا؟ بالتأكيد آه سأعود حزنان انتهيت هاي عمر انظر أخيراً تركت ليزا صندوقها لنلقي نظرة ماذا يوجد في الصندوق؟ واو إنه عنكبوت عمر انظر إلى عينيه ها؟ فارس خل ها؟ لا رسول محمد معروف بصدقه ها؟ ساعديني ما الأمر؟ ساعديني هناك عنكبوت ضغم عنكبوت؟ إنه لليزا أوه لما هو منقلب على ظهره منقلب أتعتقداني أنه مريض كان يبدو بحال جيدة ربما ربما ماذا أوه لا شيء ربما كان نائما أوه نوما هنيئا سيد عنكبوت لكن أهو نائم يمكن أن نحاول إيقاظه فرس علينا أن نخبر نيزا لكن ماذا سوف تفعل بنا الآن نيزا ليلا تقول إن علينا قول الصدق دائما أخشى أن تغضب ليزا كثيرا أمار فارس هيا يا عمر لما لنا هزل عنكبوتاني نوقظه فربما يمكننا إيقاظه حسنا لنجرب ذلك هذا هو صديقي ها 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 اهام 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 فارس نعم علينا اخبار ليزا لم يستيقظ لكن عمار تذكر يا فارس إن الله يحب أن نكون صادقين إن شاء الله سيحبنا الله أيضا فارس ماذا تحمل؟ ها؟ إنه صندوق عن كبوت عناكب لماذا لا يتحرك؟ يبدو ميتا عن كبوت الميت؟ ميت؟ من اللذي مات؟ ماذا يشري؟ أليس هذا؟ ليزا نحن آسفان حقا لقد كنا نعبث وانقلب العنكبوت على ظهره فحاولنا إيقاظه لكننا فشلنا نظرنا العنكبوت قد مات هو ليس ميتا ها؟ إنه يتحرك ثانية إنه يغير جلده اوه إنه يغير جلده واوه سبحان الله شكرا يا عمر وفارس على صدقكما معي على الرحب والسعة الله يحب أن نكون صادقين هذا صحيح الله يحب أن نكون صادقين السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون؟ أنه حين نخطأ علينا قول الصدق وأن نعتبر كي يحبنا الله الحمد لله واوه قوية جدا كانت هذه المدينة جميلة وهادئة حتى هاجمها وحش شو 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 واوه روبي العجيبة تطلق الليزر قوية جدا أريد أن أكون قوية مثل روبي العجيبة تيريكس أقوى الأمور تحت السيطرة روار روار هاي عمر أنا أحاول أن أسمع أبي الأمور تحت السيطرة من جديد وكل ما روار 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 عمر عمر هنا كنا لطيفين لكن أبي صوت عمر عال عمر أيمكنك اللعب بهدوء آه لكن صوت تيريكس عال أريد أن أسمع عن روبي العجيبة هذا ليس ممتعا كاللعب بتيريكس روار روار هل يمكنك أن تخفض صوت تيريكس؟ هانا لا يمكنها سماعي حسنا لن أحدث ضجة أحسنت صنعا الأمور تحت السيطرة من جديد والفضل للبطلة الخارقة روبي العجيبة تيريكس أقوى بكثير عم يم 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 ي مستحيل إنها ضعيفة روبيل عجيبة هي الأقوى بل تيريكس هو الأقوى حقاً خذ هذا شعاع الليزر الأحمر نارو تيريكس الحارقة روار عمار! هنا! عمار! هنا! عمار هنا! أستغفر الله العظيم هيا تنفس بعم عمار بدأ أولاً هيا اجلس وحداً هنا كسر التيريكس انكسر لأنه روبيل أقوى بل تقصدين تيريكس كفا! كلاكما مخطئ ها؟ لأنني الأقوى أتعلمان أن الأقوى هو من يكون أكثر صبراً حين يغضب أكثر صبراً حين يغضب؟ لا تنفعل حين تغضب الصبر عند الغضب يدل على القوة أوه يمكنني الغضب لأنكما تتشاجران لكنني قررت أن أصبر لأنني حين أصبر أصبح قوياً أيضاً ها! واو! نريد أن نكون أقوياء مثلك لكن أبي ماذا نفعل؟ هيا شرباً واهدأاً وتسامحاً هذا أفضل لا تنفعل حين تغضب الصبر عند الغضب يدل على القوة أنا آسف هنا وأنا أيضاً الأمور تحت السيطرة من جديد والفضل للأبطال الخارقين الثلاثة الصبورين الصبر عند الغضب يدل على القوة الصبر عند الغضب يدل على القوة الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون؟ أن الشخص الأقوى هو من يمكنه السيطرة على غضبه لذا لنصبر عند الغضب لنصبح أقوياء الحمد لله ركوب الدراجات الهوائية هيا يا عمر لننطلق انتظري يا هنى لم نقرأ دعاء الصفر بعد أوه أنت محق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون مرحباً لقد عدت ها؟ عمر هنى لدي مفاجأة لكما واو دراجتان جميلتان شكراً جزيلاً أبي على الرحب والسعة لنركبهما في الحديقة ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وعليكم ارتداء معدات السلامة علينا أن نحطاط أيضاً أوه حسناً بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرني وإن إلى ربنا لهم قالبون هذا صعب لا بأس هنة واصل المحاولة حسناً أقوى يا هنة أنت لا تتحركين حسناً أها جرب أن تركبها هكذا هذا سهل هذا صعب أقوى يا عمر أنت لا تتحرك ها؟ 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 أراك لاحقاً ها؟ 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 عليك أن تدوسي هكذا ها؟ 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 كونك امسكتك يا عمر كن حذراً حسناً أبي ها؟ ها؟ كنا حذراً بالطبع أبي عمر أتريد التصابق إلى تلك الشجرة؟ من يصل أولاً هو الفائز ها؟ هنا انتظري ها؟ 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 إنه شديد لانحدار أنا خائفة سوف أنزل ببطء لا تخافي يا هنة لنقرأ الدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ها؟ ها؟ هاي عمر كن حذراً هذا سهل جداً كما أننا قرأنا الدعاء أستغفر الله العظيم هل أنت بخير؟ أظن ذلك أبي لقد قرأت الدعاء ولكنني مع ذلك وقعت هذا ما فعلته كنت حذراً هذا ما فعلته كنت حذراً عليك السير ببطء حسناً وستكون بأماناً إن شاء الله حسناً أبي من الآن فصاعداً سأكون حذراً سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون الله يباركنا ويجعل كل شيء ممكناً لا حول ولا قوة لنا من دونك يا الله الحمد لك يا الله على رعايتك لنا دوماً الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء قبل الركوب الدراجة علينا قرأة الدعاء وارتداء الهوذة والقيادة بحذر أيضاً وستكونون بأماناً إن شاء الله الحمد لله أنا خائفة جداً هااااااا.. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما الذي قرأته يا أستاذ موسى؟ إنها صورة الإخلاص الإخلاص عمر وهنا حاولا أن تقرأ سورة الإخلاص لن يتلوها ثلاث مرة كأنه ختم القرآن هذه السورة قصيرة جدا لكن إن لو تماها ستنالاني حسنات كثيرة أريد الكثير من الحسنات وأنا أيضا أستاذ أريد قراءتها أولا حسنا يا عمر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله سبحان الله كانت قراءتك رائعة أحسنت الحمد لله والآن دورك يا هنة بسم الله الرحمن الرحيم قل 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 هو قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل قل هو بينكم الغدانة ها؟ قل قل هو هنة لما لم تذهبي لدار القرآن مع عمر؟ لا أريد الذهاب لا أجيد القراءة ها؟ لهذا عليك أن تتعلمي الله يحب من يواصلون المحاولة ها؟ وستنالين الحسنات أريد نيل الحسنات لكن أبي السلام عليكم وعليكما السلام شكرا لأنك أوصلت عمر على الرحب والسعة أيمكنني رؤية هنة؟ أها تفضل بالدخول السلام عليك هنة وعليك السلام ألا تريدين تعلم القرآن معي؟ بلى أريد لكن البارحة الله الله ها؟ الله قل قل هو لنكم الغدانة ها؟ 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 أرجوك لا تغضب مني ثانية يا أستاذ أنا خائفة جدا ها؟ 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 لم أغضب منك ها؟ كان علي الذهاب إلى الحمام ها؟ 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 سعاتك البارحة تعالي إلى الدرس غدا حسنا هاا، لكن أستاذ نعم كيف أنال الحسنات على تلاوة القرآن؟ أنا لا أُجد القراءة أستاذ لا تقلقي هنا مع أن قراءتك ليست جيدة ستنلين الحسنات لسببين اثنين أولا لأنك حاولت وثانيا لأنك قرأت واو الله لطيف سأتل القرآن دائما وسننر كثيرا من الحسنات معا دوما سنحاول كي ننال الحسنات سنواصل المحاولة وسننال الحسنات الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء تعلمون أنه حتى لو لم نجد قراءة القرآن سننال الحسنات من الله أولا لأننا حاولنا وثانيا لأننا قرأنا الحمد لله كعكة الفاكهة هذه لي أمي أبي ماذا تعدان؟ أمكما وأبوكما يعدان كعك الفاكهة كعكة الفاكهة كعكة الفاكهة لذينة جدا أحب كعكة الفاكهة أريد المساعدة أوه وأنا أيضا وأنا أيضا للطفением بالطبع لنعدها ما� انا أساعد أبي في إعداد الكعك انا أساعد أمي في إعداد الكاعك نحن نعد الكعكة اليوم وسنعطيه للآخرين ها؟ العطاء عمل صالح ينير يونا نعطيه للآخرين؟ لكن، أنا أحب كعكة الفاكهة إن أعطيناه للآخرين، لن يتبقى شيء لي هانا، إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء أوه، حسناً لا تقلقي، سأعد الكثير منها، وإن تبقى شيء يمكنك أكلها كلها ياي، الحمد لله سنأخذ الكعكة إلى المسجد الليلة، حسناً حسناً أمي، في المسجد، يمكنني تناول كعكة الفاكهة صحيح؟ بالطبع يا عزيزتي همر، هنا مرحباً يا أصدقاء واو، رائحة طيبة، ما هذا؟ كعكة الفاكهة سنعطيها للآخرين، أتريدون؟ نعم، رجاءاً وأنا أيضاً بالطبع، كعكة لكلين منكم، رائع رائع شكراً لكم هاي، انتظراهي تفضل ها؟ لم يقل شكراً حتى نحن نعطي الآخرين، هذا عمل الخير شكراً يا هنى وعمر، من كل قلبي نحن نعطيكم الكعك، ليكن يومكم سعيداً ها؟ أهذا كل ما تبقى؟ ها؟ أنت ثانيتان؟ لقد أخذت واحدة هنى، أتذكرين ما قاله أبي؟ لكنه أخذ واحدة هنى، أرجوك لا تكون كذلك هم... حسناً أحسنتي أختي الصغيرة أرأيت ذلك؟ لم يقل شكراً ثانية الحمد لله الجميع تناول كعكة الفاكهة ياي تبقى بعضاً منها لي لا يمكنكم الإمساك به لا يمكنكم آه 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 لا آه لا بأس تبقت كعكة واحدة لا لن تأخذها كعكة الفاكهة هذه لي هنه لا بأس يا هنه لكن يا عمر لقد أخذ اثنتين هنه أتذكرين ماذا قال أبي ثانية؟ إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء تفضل أحسنتي يا أختي الصغيرة ها مرحبا هل هذه لي؟ شكرا لك أحب كاكة الفاكهة لنأكلها معاً الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون؟ أننا حين نعطي أشياء نحبها فهذا هو أفضل أنواع العطاء الحمد لله أني سليلة أني سليلة أني سليلة أني سليلة الله أكبر الحمد لله يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال يا الله اجعل هذا اليوم يسيراً آمين السلام عليكم آل سليلة وعليكم السلام صباح الخير نورو نورو ها؟ هاي نورو كيف تسير الوحوش؟ ها؟ هكذا شكرا أني سليلة ها، صباح الخير أني سليلة صباح الخير صباح الخير يا أطفال، اليوم نورو لا يمكنك الإمشاك به لا لا صفقوا صفقات صفقوا صفقتين صفقوا ثلاثة صفقات رائع، والآن لنبدأ يا أولاد، اليوم سنتعلم الطرح الطرح؟ حسناً، أخرجوا كتاب الرياضيات وافتحوا الصفحة السابعة والآن لنتخيل سبع تفاحات، أكلت ثلاثة كم تفاحات تبقوا لدينا واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة أحسنتما لكن، لا أرى التفاح نعم، صحيح، لا أراه أيضاً ألم تسمعوا؟ الأنسة ليلة قالت لنتخيل لكن كيف؟ أها افعلوا مثلي سبعة أصابة، خبرنا ثلاثة كم إسبان يبقى لدينا؟ واحد، اثنان، ثلاثة أربعة، أربعة أحسنتي، هل فهمتم؟ فهمنا حسناً، أجيب عن الأسئلة، وإن احتجتم المساعدة، أخبروني حسناً آنسة ليلة، لا يمكنني حل شيء هل جربت استخدام أصابعك؟ نعم، آنسة ليلة، لا أفهم لما لا نحاول الآن؟ آنسة ليلة؟ هل جميع إجاباتي صحيحة؟ آنسة ليلة، أنا جائع انتظر قليلاً، سنأخذ الصراحا قريباً الأنسة ليلة مذنبة واحد، اثنان، خمسة انتظروا، انتظروا، أريد مواصلة المحاولة أنسة ليلة لا رجاء أنسة ليلة يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال أنسة ليلة صفقوا زفقة صفقوا زفقتين صفقوا ثلاثة زفقات جيد جدا ياي وداعاً آنسة ليلة وداعاً أبي شكراً على مجهودك آنسة ليلة على الرحب والسعة شكراً آنسة ليلة لا عليك نور الحمد لله السلام عليكم مرحباً نعم نعم لدينا حصة رياضة غداً حسناً على الرحب والسعة السلام عليكم أليس المعلمون رائعون؟ التعليم متعب جداً والمعلمون يعملون بجد لتدريسنا إذن لنقول شكراً لمعلمينا الحمد لله ما هذا الصوت؟ أمي أبي ماذا تفعلان؟ اسمعي عمر وهنا صوت الطبيعة خلقه الله رائع سبحان الله في جميع أنحاء الكوم تسبح المخلوقات وتعبر عن حمدها لله خالقها الله إلى هنا وليس كمثله شريء احمدوا الله جميعاً وسبحوا بحمده مالح جداً يم يم ها؟ ما هذا الصوت؟ يم 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 أمي أبي مالذي يجري؟ هناك شيء بين الشجيرات لا شيء هنا لا شيء لنستعد يكاد يحن وقت المغرب حسناً ما هذا الصوت؟ عمر هانا؟ لماذا لا نتحرى الأمر؟ ها؟ أنت تنزح أنا خائفة لا تخاف أمكما وأبكما هنا نتحرى الأمر؟ ها؟ 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 انظر يا عمر وهلا التفضع خلقه الله أوه، تفضع لطيف جداً رائع سبحان الله واو! ما هذا الصوت؟ لنتحرى الأمر ها؟ انظر يا عمر وهنا البومة خلقها الله واو! إنها بومة رائع سبحان الله لم يعد الصوت مخيفاً أها بل هو جميل الحمد لله ها؟ ما هذا الصوت؟ أمي أبي أنا خائفة حقاً لا عليك أمك وأبك ها؟ واو! إنها لطيفة جداً ها؟ واو! 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 تلك سناجب طائرة او! عمر هنى أتريدان رؤية شيء آخر؟ ها؟ تعال يا معي ها؟ ها؟ سبحان الله ها؟ أحمد الله جميعاً وسبحوا بحمده أحمد الله جميعاً وسبحوا بحمده السلام عليكم هل تعلمون؟ حين تصدر الحيوانات أصواتاً فهي تصبح الله وتعبر عن حمدها له لذا لا تخافوا من أصوات الحيوانات الحمد لله اشتركوا في القناة